حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت مسلم إلا أدخل الله عز وجل مكانه النار يهوديا أو نصرانيا حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن سعيد ابن أبي بردة وعون ابن عطبة أنهما شهد أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث قال عون فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أن أباه حدثه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك سعيد على عون أنه استحلفه حدثنا عبد الصمد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن المعروف والمنكر خلقتان ينصباني للناس يوم القيامة فأما المعروف فيبشر أصحابه ويعيدهم الخير وأما المنكر فيقول إليكم إليكم وما يستطيعون له إلا لزوما حدثنا عبد الصمد حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم أخبرنا ليث عن أبي بردة عن عبد الله بن قيس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ثم قال على مكانيكم اثبثوا ثم أتى الرجال فقال إن الله عز وجل يأمرني أن آمركم أن تتقوا ألها تعالى وأن تقولوا قولا سديدا ثم تخلالا إلى النساء فقال لهن إن الله عز وجل يأمرني أن آمركم أن تتقوا ألها وأن تقولوا قولا سديدا قالا ثم رجع حتى آتى الرجال فقال إذا دخلتم مسجد المسلمين وأسواقهم ومعكم النبل فخذوا بنصولها لا تصيبوا بها أحدا فتؤذوه أو تجرحوه حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسين عن أبن بريدة قال حدثت عن الأشعري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت إنك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي قال كتب عمر في وصيته أن لا يقر لي عامل أكثر من سنة وأقر الأشعري يعني أبا موسى أربع سنين حدثنا عبد الصمد حدثنا ليث عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة يهودي أو نصراني أو المسلمين فقوموا لها فلستم لها تقومون إنما تقومون لمن معها من الملائكة حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج قالوا وما الهرج قال القتل قالوا أكثر مما نقتل إن لنقتل كل عامين أكثر من سبعين ألفا قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا قالوا ومعنا عقولنا يومئذ قال إنه لا تنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء قال عفان في حديثه قال أبو موسى والذي نفسي بيده ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها لم نصب منها دما ولا مالا حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير حدثنا منصور عن شقيق عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال أبو موسى لقد ذكرنا علي بن أبي طالب صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدا يكبر كلما ركع وكلما رفع وكلما سجد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال سمعت رجلا من قريش يقال له أبو عبد الله كان يجالس جعفر بن لابعات قال سمعت أبو بردة الأشعارية يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الذنوب عند الله عز وجل أن يلقاه عبد بها بعد الكبائر التي نهى عنها أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع قضاء حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال المرء مع من أحبه حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن شقيق قال كان عبد الله وأبو موسى جالسين وهما يتذكران الحديث فقال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل حدثنا يحيى يعني ابن آدم حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن الأجعري قال لقد ذكرنا أبن أبي طالب ونحن بالبصرة صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا سجد وإذا قاما فلا أدري أنسيناها أم تركناها عمدا حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن يونس وثابت وحميد وحبيب عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة فذكر نحوا من حديث عبد الصمد عن حماد عن علي بن زيد إلا أنه قال قال أبو موسى والذي نفسي بيده لا أجد لي ولكم إن أدركتهن إلا أن نخرج منها كما دخلناها لم نصب فيها دما ولا مالا حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بالسهام في أسواق المسلمين أو في مسجدهم فأمسكوا بالأنصالي لا تجرحوا بها أحدا حثنا عبد الرزاق قال سمعت عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن رجل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالكعاب فقد عصل لها ورسوله حثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن رجل عن أبي موسى قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بيمينه وذهبا بشماله فقال أحل لإناث أمتي وحرم على ذكورها حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوبا عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى الأشعاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها حثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي أن أبا موسى الأشعاري صلى بأصحابه صلاة فذكر الحديث فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبيّن لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقالا إذا صليتم فأقيموا صففكم ثم لي أمكم أحدكم فذكر الحديث حثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلمين عن طارق بن شيهاب عن أبي موسى الأشعاري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي فلما حضر الحج حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحججت فقدمت عليه وهو نازل بالأبطح فقال لي بما أهلقت يا عبد الله بن قيس قال قلت لبيك بحج كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال أحسنت ثم قال هل سقت هديا فقلت ما فعت فقال لي اذهب فطف بالبيت وبين الصفى والمروة ثم أحل الفان طلقت ففعت ما أمرني وأتيت امرأة من قومي فغسلت رأسي بالخطمي وفلته ثم أهلتوا بالحج يوم التروية فما زلت أفتي الناس بالذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تؤفي تؤفي ثم زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثم زمن عمر رضي الله تعالى عنه فبين أنا قائم عند الحجر الأسود أو المقام أفتي الناس بالذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاني رجل فسرني فقال لا تعجل بفتياك فإن أمير المؤمنين قد أحدث في المناسك شيئا فقلت أيها الناس من كنا أفتينه في المناسك شيئا فليطئد فإن أمير المؤمنين قادم فبيه فأتموا قال فقدم عمر رضي الله تعالى عنه فقلت يا أمير المؤمنين هل أحدثت في المناسك شيئا قال نعم أن نأخذ بكتاب الله عز وجل فإنه يأمر بالتمام وأن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحلل حتى نحر الهدية حثنا وكيع عن حرملتا بن قيسين عن محمد بن أبي أيوبا عن أبي موسى قال أماناني كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع أحدهما وبقي الآخر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون حثنا سريج حدثنا عبد الله يعني العمري عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل من أهل البصرة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لإناث أمة الحرير والذهب وحرم على ذكورها أدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أخيه عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قدم رجلان معي من قوم قال فأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطبا وتكلما فجعل يعرضان بالعمل فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤيا في وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوانكم عندي من يطلبه فعليكم بتقوى الله عز وجل قال فما استعان بهما على شيء حثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حسبته قال في حائط فجاء رجل فسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فإذا له وبشره الجنة فذهبت فإذا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقلت أدخل وأبشر الجنة فما زال يحمد لها عز وجل حتى جلس ثم جاء آخر فسلم فإذا له وبشره الجنة فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقلت أدخل وأبشر الجنة فما زال يحمد لها عز وجل حتى جلس ثم جاء آخر فسلم فقال اذهب فإذا له وبشره الجنة على بلو شديدة قال فانطلقت فإذا هو عثمان فقلت أدخل وأبشر الجنة على بلو شديدة قال فجعل يقول اللهم صبرا حتى جلس حسنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدير قال سلم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في أثره لما رجعت قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع حان عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله عز وجل لكم فإن الله تعالى قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده حان حمد بن أسامة عن بوريدي بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين حان مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا ثابت بن عمارة الحنفي عن غنايم بن قيس عن الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عيزانية حسن حسين بن علي عن جعفار بن برقان عن ثابت بن الحجاجي عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض أحدهما من أهل حضر موت قال فجعل يمين أحدهما قال فضج الآخر وقال إنه إذا يذهب بأرضي فقال أنه وأقططعه بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم قال ووريع الآخر فردها حسنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرير حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيانا عن منصور عن أبي وإل عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائعة وفكوا العانية وعودوا المريضة قال قال عبد الرحمن المرضى حسنا وكيع وعبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكحة إلا بولي حسنا وكيع حدثنا سفيانا عن أيوبا عن أبي قلبتا عن زهدامين الجرمي عن أبي موسى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا حسنا وكيع عن سفيانا عن عاصمين يعني الأحول عن أبي عثمانا عن أبي موسى قال كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأجرفنا على واد فذكر من هوله فجعل الناس يكبرون ويهللون فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم ورفعوا أصواتهم فقال أيها الناس إنكم لا تدعون أصمى ولا غائبا إنه معكم حسنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد حدثنا سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردي فقد عصى لها ورسوله حسنا عتاب حدثنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيد حدثني سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل فيما أعلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردي فقد عصى لها ورسوله حنا وكيع وابن جعفر قال ثنى شعبة وعن عمر وعن مرة الهمداني عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية أمرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن ثابت عن أبي بردة عن أبي موسى أن أسماء لما قدمت لقيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بعض طرق المدينة فقال آل حبشية هي قالت نعم فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم سبقتم بالهجرة فقالت هي العمر كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل راجلكم ويعلم جاهلكم وفررنا بديننا أما إني لا أرجع حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فقالت له فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلاكم الهجرة مرتين هجرتكم إلى المدينة وهجرتكم إلى الحبشة حسنا وكيع عن المسعودي ويزيد قال أنبأنا المسعودي عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعاري قال سملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أصماء منها محفظنا فقال أنا محمد وأحمد والمقف والحاشر ونبي الرحمة قال يزيد ونبي التوبة ونبي الملحمة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وإلن عن أبي موسى قال قال رجل يا رسول الله رجل أحب قوما ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحبه حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعيدي بن جبير عن أبي عبد الرحمة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذن يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به وهو يرزقهم حدثنا عبد الرحمة حدثنا سفيان عن زيدي بن علاقة عن رجل عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فناء أمتي بالطعن والطاعون فقيلا يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال واخذ عدائكم من الجن وفي كل شهداء حدثنا عبد الرحمة حدثنا شعبة وابن جعفر أخبرنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعاري قال ابن جعفر في حديثه سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها حدثنا عبد الرحمة وابن جعفر قال ثنى شعبة عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل حدثنا عبد الرحمة حدثنا شعبة وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلمين صدقة قال قال أفرأيت إن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قال أفرأيت إن لم يستطع أن يفعل قال يعين ذا الحاجة الملهوفة قال أرأيت إن لم يفعل قال يأمر بالخير أو بالعدل قال أفرأيت إن لم يستطع أن يفعل قال يمسك عن الشر فإنه له صدقة حدثنا عبد الرحمن عن صفيانا عن صالح الثوري عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها فتزوجها فله أجرني وعبد أدحق الله عز وجل وحق مواليه ورجل من أهل الكتاب آمن بما جاء به عيسى وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فله أجرني حدثنا عبد الرحمن حدثنا صفيان عن الأعمش عن أبي وإلن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحبه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قيسي بن مسلمين عن طارقي بن شيهاب عن أبي موسى قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالأبطح فقال لي أحججت قلت نعم قال فبما أهلت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أحسنت قال طف بالبيت وبالصفى والمروة ثم أحل قال فطفت بالبيت وبالصفى والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيسين ففلت رأسي ثم أهلت بالحج قال فكنت أفتي به الناس حتى كان خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فقال رجل يا أبا موسى أوي يا عبد الله ابن قيسين رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك بعدك قال فقال يا أيها الناس من كنا أفتينه فتيا فليتأد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبهي فأتموا قال فقدم عمر فذكرت ذلك له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله تعالى يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله حفنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوسين عن أبي موسى أنه أغمي عليه فبكت عليه أم ولده فلما أفق قال لها أما بلغ كيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألتها فقالت ليس من من سلق وحلق وخرق حفنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيدي بن جبير عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة حفنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح حدثني رجل أسود طويل قال جعل أبو التياح ينعته أنه قدم مع ابن عباس البصرة فكتب إلى أبي موسى فكتب إليه أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي فمال إلى دمث في جنب حائط فبال ثم قال كان بنوا إسرائيل إذا بال أحدهم فأصابه شيء من بوله يتبعه فقرضه بالمقاريد وقال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله حدنا بهز حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكري بن عبد الله بن قيس قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف قال فقام رجل من القوم رث الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه فضربا به حتى قتله حدنا عفان حدثنا شعبة وعن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوص قال أغمي على أبي موسى فبكوا عليه فقال إني بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك امرأته فقالت من حلق أو خرق أو سلق حدنا عفان حدثنا شعبة وعن عوف عن خالد الأحضب عن صفونا بن محريز قال أغمي على أبي موسى فبكوا عليه فأفاق فقالا إني أبرأ إليكم ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حلق أو خرق أو سلق حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف وحمد بن أسامة حدثني عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب بيت فيه نفر من قريش فقال وأخذ بي عضادتي الباب ثم قال هل في البيت إلا قرشي قال فقيل يا رسول الله غير فلاء أبني أختنا فقال ابن أخت القوم منهم قال ثم قال إن هذا الأمر في قريش ما دام إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا قصموا أقصة فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينا ليقبلوا منه صرف ولا عدل حسنا أبو معاوي تحدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع أبي موسى وعبد الله فقال أبو موسى ألم تصمع لقول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول وضرب بيده على الأرض ثم مسح كل واحدة منهما بصاحبتها ثم مسح بهم وجهه لم يجزء الأعمش الكفين حان أبو معاوي تحدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل حدثنا عبد الله بن نمير عن طلحة ابني يحي قال أخبراني أبو بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس القرآن حدثنا أبو أحمد حدثنا بريد بن عبد الله حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال إذا مر أحدكم بالنبل في مساجدنا أو أسواقنا فليمسك بيده على مشاقصها لا يعقر أحدا حدثنا أبو أحمد حدثنا بريد بن عبد الله حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من أحدكم من الإبريمن عقله قال أبو أحمد قلت لبريد هذه الأحاديث التي حدثتني عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا أقول لك حسن معتمر بن سليمان التيمي قال قرأت على الفضيل بن ميسر التحديث أبي حريز أن أبا بردة تحدثه قال أوص أبو موسى حين حضره الموت فقال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرع المشي ولا يتبعني مجمر ولا تجعل في لحظي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعل على قبري بناء وأشهدكم أنني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة قالوا أو سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن قيس بن مسلمين عن طارق بن شيهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال بما أهلت فقلت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل سقت من هدي قلت لا قال طف بالبيت وبالصفى والمروة ثم حل حسن روح حدثنا سعيد عن قتادة قال ثن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة مر طعمها وريحها طيب ومثل الفجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظة التي مر طعمها ولا ريح لها حسن هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن غالب التمار قال سمعت مسروق بن أوس أو أوس بن مسروق رجلا من بني يربع يحدث أنه سمع أبا موسى الأشعارية يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء فقلت لغالب عشر عشر فقال نعم حثنا أبو نوح أخبرنا مالك عن موسى بن ميسر سمعت عن سعيدي بن أبي هند عن أبي موسى الأشعاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصل لها ورسوله حثنا هاشم بن القاسم حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما غيرت النار لونه حثنا يونس بن محمد وعفان قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصمين قال عفان أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرسه أصحابه وذكر الحديث حثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أيوبا عن أبي قلبة عن زهدمين عن أبي موسى أنه جاء رجل وهو يأكل دجاجا فتنح فقال إني حلفت أن لا أكله أني رأيته يأكل شيئا قذرا فقال إدنه فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن الأعمشي عن أبي وإلن عن أبي موسى قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب حثنا أبو نعيمين حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذنا له إلا فليرجع حثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة عن غالب عن أوسي بن مسروق أو مسروق بن أوسي اليربعي من بن تميمين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء قال شعبة قلت له عشرا عشرا قال نعم حثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثني غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحت من الأجعريين لنستحمله فقال لا والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه فلابثنا ما شاء الله ثم أمر لنا بثلاث ذود غر اللفذر فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ارجع بنا أي حتى نذكره قال فأتيناه فقلنا يا رسول الله إن أتينا كنستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فقال ما أنا حملتكم بل الله عز وجل حملكم إني والله إن شاء الله تعالى لا أحلف عليمي فأرى غيرها خيرا منها منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني أو قال إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا موسى بن أعينا عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن رجل عن أبي موسى الأشعاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة أن عونا وسعيد بن أبي بردة حدثاه أنهما شهد أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله عز وجل مكانه النار يهوديا أو نصرانيا قال فاستحلفه عمر بن عبد العزيز الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلف له قال فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه ولم ينكر على عو قوله حنى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن غالب التمار قال قال سمعت أوسى بن مسروق رجلا منا كان أخذ الدرهمين على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغزى في خلافته يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء قال شعبة فقلت عشر عشر قال نعم حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبران أبو بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا رجل من الأنصار أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس حدثه أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر زيارة الأنصار خاصة وعامة فكان إذا زار خاصة أتى الرجل في منزله وإذا زار عامة أتى المسجد حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا أبو زبيد عن مطرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأعتقها وتزوجها كان له أجاني حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمر ويعني ابن أبي عمر عن المطلب عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل حسنة فسر بها وعمل سيئة فسأته فهو مؤمن حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمعي بن يحيى بن زيدي بن جارية الأنصاري قال سمعته يذكره عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء قال فانتظرنا فخرج إلينا فقال ما زلتم هاهنا قلنا نعم يا رسول الله قلنا نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم ثم رفع رأسه إلى السماء قال وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يعدون حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلمين حدثنا يحيى بن عبد العزيز الأردني عن عبد الله بن نعيمين القيسي قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرز بن الأجعري أن أبا موسى حدثهم قال لما هزم الله عز وجل هوازن بحني عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عامر الأجعري على خيل الطلب فطلب فكنت فيمن طلبهم فأسرع به فرسه فأدرك ابن دوريد بن الصمة فقتال أبا عامر وأخذ اللواء وشددت على أبني دوريد فقتلته وأخذت اللواء وانصرفت بالناس فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمل اللواء قال يا أبا موسى قتل أبا عامر قال قلت نعم نعم يا رسول الله قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو يقول اللهم عبيدك عبيدا أبا عامر اجعله من الأكثرين يوم القيامة حنا بهز حدثنا شعبة حدثنا أبو التياحي عن شيخ لهم عن أبي موسى قال ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال قال شعبة فقلت لأبي التياحي جالسا قال لا أدري قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريد فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله حثنا علي بن عبد الله حدثنا المعتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن حديث أبي حريز أن أبا بردة حدثه عن حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم مقال ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحمين ومصدق بالسحر ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من ظهر الغوطة قيل وما نهر الغوطة قال نهر يجري من فروج المواميسة يؤذي أهل النار ريح فروجهم حثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد حدثنا أبو أسامة عن بوريدي بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكاه بتمرة ولا احترق بيت بالمدينة على أهله فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم فقالا إنما هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكانت منه طائفة قبيلت فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجديب أمسكت الماء فنفع الله عز وجل بها ناسا فشربوا فرع وصقوا وزرعوا وأسقوا وأصابت طائفة منها أخر إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبتوك لأنفى ذلك مثل منفقها في دين الله عز وجل ونفعه الله عز وجل بما بعثني به ونفع به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله عز وجل الذي أرسلت به تحدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة تحدثنا معتمر بن سليمان عن عبادي بن عباد عن أبي مجلز عن أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ وصل وقال اللهم أصلح لي ديني ووصي علي في ذاتي وبارك لي في رزقي حانا عفان حدثنا حماد عن ثابت البناني وعلي بن زيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال وما هو قال لحول ولا قوة إلا بالله حثنا عفان قال ثنى همام حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكري بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون وربما قال عفان لكل زاوية حثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجد أو سوق أو مجلس وبيده نبال فليأخذ بنصالها قال أبو موسى فوالله ما متنا حتى سدادها بعضنا في وجوه بعض حدثنا يحيى بن سعيد عن ثابت يعني ابن عمارة عن غنيمين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعترت المرأة فخرجت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أدلكم على كنز من كنوز الجنة أو ما تدري ما كنز من كنوز الجنة قلت الله ورسوله أعلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله حدثنا يحيى أخبرنا عبيد الله أخبرني نافع وثنى محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن سعيدي ابن أبي هند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردي فقد عصل لها ورسوله حدثنا يحيى هو أبن سعيد عن أبن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر رضي الله تعالى عنه ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس آنفا قالوا بل قال فاطلبوه قال فطلبوه فدعي فقال ما حملك على ما صنعت قال استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت كنا نؤمر بهذا فقال لتأتين عليه بالبينة أو لأفعلن قال فأتى مسجدا أو مجلسا للأنصار فقالوا لا يشهد لك إلا أصغرن فقام أبو سعيد الخديري فشهد له فقال عمر رضي الله تعالى عنه خفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني عنه الصفق بالأسواق حسن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثني قسامة بن زهير قال ابن جعفر عن قسامة بن زهير عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بن آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك حدثنا روح حدثنا عوف عن قسامة ابن زهير قال سمعت الأشعارية فذكر مثله حدثنا بريد بن أبي بردت بن أبي موسى عن أبيه عن جده قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وإنه سأله سائل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفع تؤجر وليقض الله عز وجل على لسان نبيه ما أحب حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال قال أبو موسى الأشعري لقد ذكرنا علي رضي الله تعالى عنه صلاة صليناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها عمدا يكبر كل مركع وإذا سجد وإذا رفع حثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن حكيم بن ديلمين عن أبي بردة عن أبيه قال كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم حثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمري بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصط ويرفعه حجابه النار لو كشفها لا أحرقت صبحات وجهه كل شيء إن أدركه بصره ثم قرأ أبو عبيدة نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال أبو موسى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت أو ما ذكر من هذا حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أصبر على أذن يسمعه من الله عز وجل يدعونا له ولدا ويعافيهم ويرزقهم حثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن أن أخا لأبي موسى كان يتسرع في الفتنة فجعل ينهاه ولا ينتهي فقال إن كنت أرى أنه سيكفيك من اليسير أو قال من الموعظة دون ما أرى وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا 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 تواجه المسلمان بسيفه ما فقط لا أحده ما الآخر فالقاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه حسن إسماعيل أخبر نأيوب عن القاسم التميمي عن زهدمين الجرمي قال كنا عند أبي موسى فقد ما في طعمه الأحمد جاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمد كأنه مولا فلم يدن قال له أبو موسى فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا فقال ابن أخبرك عن ذلك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهت من الأجعريين نستحمله وهو يقسم نعما نعما من نعم الصدقة قال أيوب أحسب وهو غضبان فقال لا والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم فانطلقنا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب أبل فقال أين هؤلاء الأشعريون فأتينا فأمر لنا بخمس ذود غر لذور فاندفعنا فقلت فقلت لأصحاب أتينا رسول الله Almighty ورحمه ورحمه فحين فأمر أن لا يحملنا ثم أرسل إلينا فحملنا فقلت نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا ارجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكره يمينه فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله أتينا كنستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فعرفنا فعرفنا أو ظننا أنك نسيت يمينك فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فإنما حملكم الله عز وجل وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحلالتها حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوبا عن أبي قلابة عن زهد مين الجرمي قال كنت عند أبي موسى فقرب له طعاما فيه دجاج فذكر معناه حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا أيوب حدثني أبو قلابة عن رجل من بني تيم الله يقال له زهدم قال كنا عند أبي موسى فأتي بلحم دجاج فذكره حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم التميمي عن زهدمين الجرمي قال كان بيننا وبين الأشعاري إخاء فذكر الحديث ومعنه حسن إسماعيل حدثنا سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعاري قال علمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا وسنتنا فقال إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله تعالى وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك حان محمد بن جعفر عفان قال ثنى شعبة عن عمر بن مرة قال عفان أخبرني عمر بن مرة قال سمعت أبوائل إن قال ثنى أبو موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل حثنى مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلم تحدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكري بن أبي موسى عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نفر من قومي فقال أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة فخرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبشر الناس فازتقبلنا عمر بن الخطاب فرجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمرو يا رسول الله إذن يتكل الناس قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنى مصعب بن صلى مين حدثنا الأجلح عن أبي بكري بن أبي موسى عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إنا بها أشربة فما أشرب وما أدع قال وما هي قلت البطع والمزر فلم يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو فقال ما البطع وما المزر قال أما البطع فنابيذ اللفذرة يطبخ حتى يعود بطعا وأما المزر فنابيذ العسل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تشربنا مسكرا حثنى عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقافي أبو محمد حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعل شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ما تدعون أصمى ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحللته يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله حدثنا أبو المغيرة وهو النضر بن إسماعيل يعني القاص حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة لم يبقى مؤمن إلا أتي بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليه يقال له هذا فدائك من النار قال أبو بردة فاستحلفني عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو أسمعت أبا موسى يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت نعم فسر بذلك عمر حثن الحكم بن ناف عن أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفل في مغازيه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن صالح أنه كان ينفل في مغازيه حثن محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها ومملوك أعطى حق ربه عز وجل وحق مواليه ورجل آمن بكتابه وبمحمد صلى الله عليه وسلم مقال قال لي الشعبي يخذها بغير شيء ولو سرت فيها إلى كرمان لا كان ذلك يسيرا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيدي بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعله بينهما نصفين حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان بن غياث عن أبي عثمان عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري؟ أو هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال الله ورسوله أعلم قال لحول ولا قوة إلا بالله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصمين عن أبي عثمان عن أبي موسى أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في سفر فرفعوا أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصمى ولا غائبا إنكم تدعون قريبا مجيبا يسمعوا دعاءكم ويستجيبوا ثم قال يا عبد الله بن قيس أو يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان العزرامية عن أبي علي رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبي بالنمل فقاما إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال والله لتخرجنا مما قلت أو لنأتينا عمر مأذون لنا أو غير مأذون قال بل أخرج مما قلت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبي بالنمل فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبي بالنمل يا رسول الله قال لقول اللهم إن نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفر كلمة لنعلم حثنا وكيع عن حرملتا بن قيسين عن محمد بن أبي أيوب عن أبي موسى قال أماناني كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع أحدهما وبقي الآخر وما كان الله لي عذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون حثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا ثابت عمن سمع حطان ابن عبد الله الرقاشي قال قال أبو موسى قلت لصاحب لتعالى فنجعل يومنا هذا لله عز وجل فلا كأنما شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومنهم من يقول تعالى فنجعل يومنا هذا لله عز وجل فما زال يرددها حتى ثمنيت أن أسيخا في الأرض حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة حدثنا الحسن أن أبا موسى الأشعري كان له أخ يقال له أبو رهمين وكان يتسرع في الفتنة وكان الأشعري يكره الفتنة فقال له لولا ما أبلغت إلي ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين اتقيا بسيفيه ما فقط لا أحدهما الآخرة إلا دخل جميعا أن نرى حثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن غالب التمار عن حميدي بن هلال عن مسروق بن أوسن أن أبا موسى حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع عشرا عشرا من الإبل حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدير قال إن أبا موسى استأذن على عمر رضي الله تعالى عنهما قال واحدة ثنتين ثلاثة ثم رجع أبا موسى فقال له عمر رضي الله تعالى عنه لتأتين على هذا ببينة أو لأفعل أن قال كأنه يقول أجعل كنكلا في الآفاق فانطلق أبا موسى إلى مجلس فيه الأنصار فذكر ذلك لهم فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أستأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع قالوا بلى لا يقوم معك إلا أصغرنا قال فقام أبو سعيد الخديري إلى عمر فقال هذا أبو سعيد فخلى عنه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ليث قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه قال إن أناسا مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يسرعون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون عليكم السكينة حثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا أبو جعفر الرزي عن الرابعي بن أنس عن جده قال سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق حثنا عفان وبهز قال ثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن أبا موسى الأشعري حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريحها لها ومثل الفجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريحة لها حدثنا عفان حدثنا أبان بهذين كليهما عن قتادة عن أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عفان حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوصن قال أغمي على أبي موسى فبكوا عليه فقالا إني بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك امرأته ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أما علمتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ممن حلق وسلق وخرق حثنا عفان حدثنا شعبة عن عوف قال سمعت خالدا الأحدب عن صفونا بن محريز قال أغمي على أبي موسى فبكوا عليه فأفاق فقال إني أبرأ إليكم مما بارئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حلق وسلق وخرق وحدثنا بهما عفان مرة أخرى فقال فيهما جميعا ممن حلق أو سلق أو خرق حثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا عاصم عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرسه أصحابه فقمت ذات ليلة فلم أره في منامه فأخذني ما قدوم وما حدث فذهبت وأنظر فإذا أنا بمعاذ قد لقي الذي لقيت فسمعنا صوتا مثل هزيز الرحى فوقف على مكانه ما فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصوت فقال هل تدرون أين كنت وفيما كنت أتاني آت من ربي عز وجل فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فقال يا رسول الله أدعو لها عز وجل أن يجعلنا في شفاعتك فقال أنتم ومن مات لا يشرك بالله شيئا في شفاعتي حثنا عفان حدثنا شعبة عن عمري ابني مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها حدثنا إسماعيل حدثنا غالب التمار عن مسروق ابني أوسل عن أبي موسى الأشعاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأصابع عشر عشر حدثنا عمرو بن الهيثم حدثنا المسعودي وحدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا المسعودي عن عمري ابني مرة عن أبي عبيدة أبي موسى قال سم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها محفظنا ومنها ما لم نحفظ فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقف والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة حثنا أبن أبي عادي عن سليمان يعني ألا تيمية عن أبي السليل عن زهدمين عن أبي موسى قال أنطلقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال والله لا أحملكم فرجعنا فبعث إلينا بثلاث بقع لذر فقال بعضنا لبعض حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحملنا فأتينه فقلنا أنك حلفت أن لا تحملنا فقال ما أنا حملتكم إنما حملكم الله تعالى ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته حثنا سفيان بن عويين تحدثنا شعبة الكوفي قال كنا عند أبي بردتابني أبي موسى فقال أيبني ألا أحدثكم حديثا حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتقى رقبة أعتقى الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه من النار حنى سفيان عن بوريدي بن عبد الله بن أبي بردتا عن أبي بردتا عن أبي موسى رواية قال المؤمن للمؤمن كالبنياني يشد بعضه بعضا ومثل الجليس الصالح مثل العطار إن لم يحذك من عطره علقك من ريحه ومثل الجليس السوء مثل الكير إن لم يحرق كنا لك من شرره والخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به مؤتجرا أحد المتصدقين حثنا أبن إدريس عن بوريد عن جده عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنياني يشد بعضه بعضا حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن سهمي بن منجاب عن القرفع قالا لما ثقلا أبو موسى الأشعري صاحت إمرأته فقالا لها أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثم سكتت فلما ما تقيلها أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو خرق أو سلق حثنا إسماعيل أخبرنا سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا وسنتنا فقالا إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا أضالين فقولوا آمين يجبكم الله تعالى وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك بتلك حان أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقالا يا رسول الله أرأيت رجلا أحب قوما ولما يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال أبي وكذا حدثنا هوكيع عن سفيان عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى ومحمد بن عبيد أيضا عن أبي موسى حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وإلين عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنه قال المرء مع من أحب حثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج قالوا يا رسول الله وما الهرج قال القتل حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقتل رياء فأي ذلك في سبيل الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عمري بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقالا إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولكنه يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لا أحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن سعيدي بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذن يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم حان إسماعيل بن إبراهيم أخبران معمر بن راشد عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل آمن بالكتاب الأول والكتاب الآخر ورجل له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده أوي كما قال حسن إسحاق بن عيسى حدثنا حفص بن غياث عن بوريدي بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من قومي بعدما فتح خيبر بثلاث فأسهم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا حان إسماعيل عن يونس عن الحسن أن أسيد بن المتشمس قال أقبلنا مع أبي موسى من أصبهان فتعجلنا وجاءت عقيلة فقال أبو موسى ألافة ينزل كنته قال يعني أمة الأشعرية فقلت بلى فأدنيتها من شجرة فأنزلتها ثم جئت فقعدت مع القوم فقال ألا أحدثكم حديثا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثناه فقلنا بلى يرحمك الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج قيل وما الهرج قال الكذب والقتل قالوا أكثر مما نقتل الآن قال إنه ليس بقتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه قالوا سبحان الله ومعنا عقولنا قال لا لا إلا أنه ينزع عقول أهل ذاك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء والذي نفس محمد بيده لقد خشيت أن تدركني وإياكم تلك الأمور وما أجدوا لي ولكم منها مخرجا في معاهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج منها كما دخلناها لم نحدث فيها شيئا حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن القاسم التميمي عن زهدمين الجرمي قال كنا عند أبي موسى فقدم طعمه فذكر نحو حديث زهدمين حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدمين الجرمي قال أيوب وحدثنيه القاسم الكلبي عن زهدمين قال فأنا لحديث القاسم أحفظ قال كنا كنا عند أبي موسى فقدم طعمه فذكر مثل حديث زهدمين حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدمين الجرمي قال أيوب وحدثنيه القاسم الكلبي عن زهدمين قال فأنا لحديث القاسم أحفظ قال كنا عند أبي موسى فدع بمائدته فجي أبيها وعليها الأحمد جاج فذكر الحديث حثنا إسماعيل أخبرنا ليث عن أبي بردتابن أبي موسى عن أبيه أنه قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا جنازة تمخض مخض الزق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا منصور عن أبي وإل عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عوف حدثنا قسامة بن زهير عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وحدثنا هو هوذة حدثنا عوف عن قسامة قال سمعت الأشعارية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بن آدم على قضي الأرض جعل منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط وبيد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين فجاء رجل يستفتح فقال افتح له وبشره الجنة فإذا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال ففتحت له وبشرته الجنة ثم جاء رجل يستفتح فقال افتح له وبشره الجنة فقال افتح له وبشره الجنة على بلو تصيبه تصيبه أو بلو تكون قال فإذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه ففتحت له وبشرته الجنة وأخبرته فقال الله المستعان حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان يعني ابن غياث عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعاري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فذكر معنى حديث يحيى إلا أنه قال في قول عثمان رضي الله تعالى عنه الله المستعان اللهم صبرا وعلى الله التكلان حثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبراني نافع عن سعيدي بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لبس الحرير واذتهب لنساء أمة وحرم على ذكورها حدثنا يحيى حدثنا ثابت يعني ابن عمارة حدثنا غنيم بن قيسين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عيزانية حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة حدثنا سيار أبو الحكم عن أبي بردة عن أبيه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي أهل اليمن شرابين أو أشربة هذا البطع من العسل والمزر من الذرة والشعير فما تأمرني فيه ما قال أنهاكم عن كلي مسكر حدثنا يحيى عن ألا تيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى قال أخذ القوم في عقبة أو ثنية فكل ما على رجل عليها نادى لا إله إلا الله والله أكبر والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة يعرضها في الخيل فقال يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ثم قال يا أبا موسى أوي يا عبد الله بن قيسين ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال قلت بل قال لا حول ولا قوة إلا بالله حثنا مكي بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن حميدي بن بشير عن المحرر عن محمد بن كعب عن أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصل لها ورسوله حثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو معشر عن مصعبي بن ثابت عن محمد بن المنكدري عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمئ يوم القيامة إلا يأتي بيهودي أو نصراني يقول هذا فدائه من النار حثنا أبو النظري ومحمد بن عبيد قال أنا المسعودي عن عمري بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال سم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أصماء منها محفظنا قال أنا محمد وأحمد والمقف والحاشر ونبي التوبة والملحمة حثنا حسن بن موسى حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أبي بردة قال قال أبو موسى يا بني كيف لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحنا ريح الضأن حثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال حدث أبو الزنادي أن أبا سلمة أخبره أن عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي أخبره أن أبا موسى أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حائط بالمدينة على قف البئر مدليا رجليه فدق الباب أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره الجنة فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فدل رجليه ثم دق الباب عمر رضي الله تعالى عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره الجنة ففعل ثم دق الباب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره الجنة وسيلقبلاء ففعل حسنا حسن بن موسى وعفان قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعاري قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد يوم القيامة فإذا بدى لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثلا لكل قومين ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار ثم يأتنا ربنا عز وجل ونحن على مكاء رفيع فيقول من أنتم فنقول نحن المسلمون فيقول ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز وجل قال فيقول وهل تعرفونه إن رأيتموه فيقولون نعم فيقول كيف تعرفونه ولم تروه فيقولون نعم إنه لعدل له فيتجلى لنا ضاحكا فيقول أبشروا أيها المسلمون المسلمون فإنه ليس منكم أحد إلا جعت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيدي بن جدعان عن عمارة القرشي قال وفدنا إلى عمر بن عبد العزيز وفينا أبو بردة فقد حاجتنا فلما خرج أبو بردة رجع فقال عمر بن عبد العزيز أذكر الشيخ ما ردك ألم أقض حوائجك قال فقال أبو بردة إلا حديثا حدثنيه أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله عز وجل الأمم يوم القيامة فذكر الحديث قال فقال عمر لأبي بردة أهله لا سمعت أبا موسى يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لأنا سمعته من أبي يحدثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر وحسين بن محمد قال ثنى أبو بكر بن عياش عن أبي حصي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجاني حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا تزوج حدثنا محمد بن سابق حدثنا ربيع يعني أبا سعيد النصري عن معاوية ابن إسحاق عن أبي بردة قال أبو بردة حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا إن هذه الأمة مرحومة جعل الله عز وجل عذابها بينها فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل إمرئ منهم رجل من أهل الأديان فقال هذا يكون فداءك من النار حثنا عفان حدثنا أبو عوان تحدثنا داود بن عبد الله الأودي عن حميدي بن عبد الرحمن الحميري أن رجلا يقال له حمامة كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصبهان غازيا في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فقال اللهم إن حمامة يزعم أنه يحب رقاءك فإن كان حمامة صادقا فاعزم له صدقه وإن كان كذبا فاعزم عليه وإن كره اللهم لا ترد حمامة من سفره هذا قال فأخذه الموت وقال عفان مرة البطن فمات بأصبهان قال فقام أبو موسى فقال يا أيها الناس إن والله ما سمعنا فيما سمعنا من نبيكم صلى الله عليه وسلم وما بلغ علمنا إلا أن حمامة شهيد حثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى يقول على المنبري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كمثل العطار إن لا يحذيك يعبق بك من ريحه ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب من تقلبه إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كفرا ويمسي مؤمنا ويصبح كفرا من القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساع أي قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم حثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن الهزيل بن شرحبيل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم يعني في الفتنة وزموا أجواف البيوت وكونوا فيها كالخير من بني آدم حان يحيى بن سعيد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مقال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريحة لها وقال يحيى مرة طعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريحة لها وطعمها خبيث حان يحيى بن سعيد حدثنا هشام قال ثنا قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي أن الأشعاري صلى بأصحابه صلاة فقال رجل من القوم حين جلس في صلاته أقرت الصلاة بالبر والزكاة فلما قضى الأشعاري صلاته أقبل على القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم قال أبو عبد الرحمن قال أبي أرم السكوت قال لعلك يا حطان قلتها لحطان بن عبد الله قال والله إن قلتها ولقد رهبت أن تبعكني بها قال رجل من القوم أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير فقال الأشعاري ألا تعلمون ما تقولون في صلاتكم فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم صفوفكم ثم لي أمكم أقرأكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا أضالين فقولوا آمين يجبكم الله ثم إذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن لها عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله حثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة بن خالد حدثنا حميد بن هلال حدثنا أبو بردة قال قال أبو موسى الأشعري أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع رجلان من الأشعريين أحدهما عن يمين والآخر عن يسار فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستكو قال ما تقول يا أبا موسى أوي يا عبد الله بن قيس قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل قال فكأني أنظر إلى سواكه تحت شافته قلصت قال إني أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أوي يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل جبل فلما قدم عليه قال إنزل وألقله وسادة فإذا رجل عنده موسى فقال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود فقال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرار فأمر به فقوتلا ثم تذكرنا قيام الليل فقال معاذ بن جبل أما أنا فأنام وأقوم أو أقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي حفن يحيى بن سعيد عن صفيان حدثني أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى الأشعاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو ذو الحاجة قال أشفع تؤجر وليقض الله عز وجل على لسان رسوله ما شاء وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين حفن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال ثنى شعبة قال يحيى في حديثه قال حدثني عمرو بن مرة قال ابن جعفر عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام حفن أبو أسامة حدثني أبو العميس عن قيسي بن مسلمين عن طارقي بن شيهاب عن أبي موسى قال كان يوم عاشراء يوما تصومه اليهود تتخذه عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم حفن أبو أسامة عن طلحة ابني يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمي رجل من أهل الملل فقال له هذا فداك من النار حدثنا أبو داود الحفري حدثنا سفيان عن قيسي بن مسلمين عن طارقي بن شيهاب قال قال أبو موسى قدمت من اليمن قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلت قال قلت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال هل معك من هدي قال قلت يعني لا قال فأمرني فطفت بالبيت وبين الصفى والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطت رأسي وغسلته ثم أحلت فلما كان يوم التروية أهلت بالحج قال فكنت أفتي الناس بذلك إمارة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فبينه أنا واقف في سوق الموسم إذ جاء رجل فسرني فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين المؤمنين في شأن النسك قال قلت أيها الناس من كنا أفتينه في شيء فليتأت فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا قال فقال لي أن نأخذ بكتاب الله تعالى فإنه يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهديا حثنا وكيع حدثنا مغيرة الكندي عن سعيد عن أبي بردة عن أبيه عن جده قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأتوب إلى الله عز وجل في كل يومين مئة مرة قال عبد الله يعني مغيرة ابن أبي الحر حثنا وكيع حدثنا شعبة عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البطع من العسل فقال كل مسكر حرام حثنا وكيع حدثني بريد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بالنبل في المسجد فليمسك بنصولها حان أبو أسامة عن طلحة ابني يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمئ رجل من أهل الملال فيقال له هذا فداك من النار حثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفه ما فقط لا أحدهما صاحبه فهما في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه حثنا يزيد أخبرنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدير قال استأذن أبو موسى على عمر رضي الله تعالى عنهما ثلاثا فلم يؤذن له فرجع فلقيه عمر فقال ما شأنك رجعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال لتأتي أن على هذا ببينة أو لا أفعلن ولا أفعلن فأتى مجلس قومه فناشدهم الله تعالى فقلت أنا معك فشهد له بذلك فخل سبيله حثنا يزيد أنبأنا المسعودي وهاشم يعني ابن القاسم حدثنا المسعودي عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب إنما عذابهم في الدنيا القتل والبلبل والزلازل قال أبو أن نضرب الزلازل والقتل والفيطن حثنا يزيد قال أنبأنا العوام بن حوشب حدثنا إبراهيم بن إسماعيل السكسكي أنه سمع أبا بردة بن أبي موسى واستحبه ويزيد بن أبي كبشة في سفر وكان يزيد يصوم فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا حثنا عفان وعبد الصمد قال ثنى جعفر المعنى قال عفان في حديثه سمعت أبا عمران الجونية يقول ثنى أبو بكر بن عبد الله بن قيس قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف قال فقام رجل من القوم رث الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضربا به حتى قتل حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا أبو عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتاني من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتاني من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه عز وجل في جنات عدن حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة الضرة طويلها في السماء ستون ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن ولا يراهم الآخرون حثنا معاذ بن معاذ قال ثنى سفيان بن سعيد عن حكيم بن ديلمين عن أبي بردة عن أبيه قال كانت يهود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيتعاطسون عنده رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم حثنا محمد بن الصباح قال عبد الله وسمعته أنا من محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بوريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من قلوب الرجال من الإبلي من عقله حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حما أنه قال على كل مسلمين صدقة قال فإن لم يجد قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال فإن لم يفعل أو يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهو فقال فإن لم يستطع أو لم يفعل قال يأمر بالخير قال فإن لم يستطع أو يفعل قال يمسك عن الشر فإنه صدقة حتى عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن اسمعيل ابن أبي خالد عن أخيه عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدم الرجلان من الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاجعل يعرضان بالعمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوناكم عندي من يطلبه حدثنا أبو قطئ حدثنا يونس قال قال أبو بردة قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أنكرت لم تكره قلت ليونس سمعته منه أو سمعته من أبي بردة قال نعم حثنا بهز حدثنا حماد يعني ابن سلم تحدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبشروا وبشروا الناس من قال لا إلها إلا الله صادقا بها دخل الجنة فخرجوا يبشرون الناس فلقيهم عمر رضي الله تعالى عنه فبشروه فردهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردكم قالوا عمر قال لمردتهم يا عمر قال إذن يتكل الناس يا رسول الله حثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من حلق وخرق وسلق حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال أبو موسى لقد ذكرنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدا يكبر كلما ركع وكلما رفع وكلما سجد حثنا محمد بن الصباح قال عبد الله وسمعته أنا من محمدي بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بوريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال لقد أهلكتم أو قطعتم ظاهر الرجل حثنا أبو عبد الرحمن مؤمل قال ثنا حماد يعني ابن سلم تحدثنا عاصم عن أبي وإل عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل عبيد أبا عامر فوق أكثر الناس يوم القيامة قال فقوتل عبيد يوم أوطاس وقتال أبو موسى قاتل عبيد قال قال أبو وإل وإني لا أرجو أن لا يجمع الله عز وجل بين قاتل عبيد وبين أبي موسى في النار حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا المسعودي عن عدي بن ثابت عن أبي بردة عن أبي موسى قال لقي عمر أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنهما فقال نعم القوم أنتم لو لأنكم سبقتم بالهجرة ونحن أفضل منكم قالت كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلكم ويحمل راجلكم وفررنا بديننا فقالت لا أنتهي حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت فذكرت ما قالا لها عمر رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاكم الهجرة مرتين هجرتكم إلى الحبشة وهجرتكم إلى المدينة حسنا حجاج حدثنا شعبة عن ليثي بن أبي سليمين قال سمعت أبو بردة تزامن الحجاج يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جنازة يسرعون بها فقال لتكن عليكم السكينة حسنا القاسم بن مالك أبو جعفر حدثنا عاصم بن كوليب عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى في بيت ابنتي أم الفضل فعطست ولم يشمتني وعطست فشمتها فرجعت إلى أمي فأخبرتها فلما جاءها قالت عطس أبني عندك فلم تشمته وعطست فشمتها فقال إن أبنك عطسة فلم يحمد الله تعالى فلم أشمته وإنها عطست فحمدت الله تعالى فشمتها وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته وإن لم يحمد الله عز وجل فلا تشمته فقالت أحسنت أحسنت حثنا سليمان بن داود الهاشيمي قال ثنى إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبراني عمر وعن المطالب ابن عبد الله عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى حثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمر وابن أبي عمر وعن المطالب عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى حثنا وكيع حدثنا شعبة عن سعيدي ابن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فقال بشر ولا تنفر ويسر ولا تعثر وتطاوع ولا تختلف قال فكان لكل واحد منهما فستاطا يكون فيه يزور أحدهما صاحبه قال أبو عبد الرحمة أظنه عن أبي موسى حنى حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مر أبا بكر يصلي بالناس فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحبات يوسف فأتاه الرسول فصلى أبو بكر بالناس في حيات رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين قال فنا زائدة قال فنا عبد الملك يعني ابن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس فذكره حدثنا أبو عاصمين قال حدثني يونس بن الحريث قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على ظهر الدابة في السفر هكذا وهكذا 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 حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ثم أقبل علينا بوجهه فقال مكانكم فاستقبل الرجال فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرني أن أمركم أن تتقوا لها وأن تقولوا قولا سديدا ثم تخطى الرجال فأتى النساء فقالا إن الله تبارك وتعالى يأمرني أن أمركم أن تتقين لها عز وجل وأن تقلنا قولا سديدا ثم رجع إلى الرجال فقال إذا دخلتم مساجد المسلمين وأسواقهم أو أسواق المسلمين ومساجدهم ومعاكم من هذه النبل شيء فأمسكوا بنصولها لا تصيبوا أحدا من المسلمين فتؤذوه أو تجرحوه حدثنا أبو أحمد حسين بن محمد وأبو النضر قال حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما غيرت النار لونه حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة فإن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها فإنه ليس لها نقوم ولكن نقوم لمن معها من الملائكة قال ليث فذكرت هذا الحديث لمجاهد فقال حدثني عبد الله بن سخبرة الأزديق قال إن لا جلوس مع علي رضي الله تعالى عنه ننتظر جنازة إذ مرت بنا أخرى فقمنا فقال علي رضي الله تعالى عنه ما يقيمكم فقلنا هذا ما تأتون به يا أصحاب محمد قال وماذاك قلت زعم أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة أن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها فإنه ليس ليس لها نقوم ولكن نقوم لمن معها من الملائكة فقال علي رضي الله تعالى عنه ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود وكانوا أهل كتاب وكان يتشبه بهم فإذا نهي انتهى فما عاد لها بعد حتنا محمد بن عبيد قال ثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفع فلتؤجروا أن وليقضوا الله على لسان نبيه ما شاء حتنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد بن أبي عروبة قال ثنا غالب التمار عن حميدي بن هلال عن مسروق بن أوسن عن أبي موسى الأشعاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الأصابع بعشر عشر من الإيبل حتنا بكر بن عيسى قال ثنا أبو عوانة عن أبي بلج قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي موسى الأشعاري عن أبيه عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال وخزن من أعدائكم من الجن وهي شهادة المسلم حتنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن هارون أبي إسحاق الكوفي من همدان عن أبي بردتابن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يومين وليلة ثنتي عشر ركعة سوى الفريضة بنية له بيت في الجنة حدثنا أسباط بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردتاب عن أبيه ويزيد بن هارون قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردتاب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكحة إلا بولي حتنا مروان بن معاوية قال ثنا ثابت بن عمارة عن غنايم بن قيس عن الأجعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعترت فمرت بقومين ليجدوا ريحها فهي زانية أدثنا عبدة بن سليمان قال ثنا صالح بن صالح عن الشعبي عن أبي بردتا عن أبي موسى الأجعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجراني وأيما رجل من أهل الكتاب آمنا بنبيه وآمنا بمحمد فله أجراني وأيما عبد مملوك أد حق الله عز وجل عليه وحق مواليه فله أجراني حتنا وكيع قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي ثميمة عن أبي موسى قال وكيع وحدثني الضحاك أبو العلاء أنه سمعه من أبي ثميمة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقة عليه جهنم هكذا وقبض كفه حثنا وكيع قال ثنا شعبة عن أبي التياح الدباعي قال سمعت رجلا وصفه كان يكون مع ابن عباس قال كتب أبو موسى إلى ابن عباس إنك رجل من أهل زمانك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كان أحدهم إذا أصابه الشيء من البول قرضه بالمقاريض وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على دمث يعني مكائن لئي فبال فيه وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله دثنا وكيع قال ثنا علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاثة عرضات فأما عرضتان فجدال ومعذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فأخذ بيمينه وآخذ بشماله حثن أبو عامر قال ثنا زهير عن أسيدي بن أبي أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي عليه إذا قالت النائحة وعدداه وناصراه وكاسبه جب ذا الميت وقيل له أن تعضدها أن تناصرها أن تكاسبها فقلت سبحان الله يقول الله عز وجل ولا تزير وازرة وزر أخرى فقال ويحك أحدثك عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا فأينا كذب فوالله ما كذبت على أبي موسى ولكذب أبو موسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حثن عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج قالوا وما الهرج قال القتل قالوا أكثر مما نقتل إن لنقتل في العام الوحيد أكثر من سبعين ألفا قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا قالوا ومعنا عقولنا يومئذ قالا إنه لا ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسبوا أكثرهم أنه على شيء وليس على شيء قال أبو موسى والذي نفسي بيده ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلناها لم نصب فيها دما ولا مالا حثنا عبد الصمد قال ثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن ابن أبي موسى عن أبيه أو عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يحلق حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب ومن سره أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب ولكن الفضة فالعبوا بها لعبا حثنا سليمان بن داود قال أخبرنا عمران عن قتادة عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف من رجل أوي من قومين قال اللهم إني أجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حثنا علي بن عبد الله قال ثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة ابن عبد الله بن قيس عن أبيه عبد الله بن قيس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إن نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ثنا يونس بن محمد قال ثنا أبو الليل عبد الله بن ميسرة عن مزيدة ابن جابر قال قالت أمي كنت في مسجد الكوفة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وعلينا أبو موسى الأشعري قال فسامعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصوم عشوراء فصوموا حثنا حسن حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن بوريدي بن أبي مريم عن رجل من بن تميمين عن أبي موسى الأشعري قال لقد صلى بنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صلاة ذكرنا بها صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن كنا نسيناها وإما أن كنا تركناها عمدا يكبر في كل رفع ووضع وقيمين وقعود حنى علي بن عبد الله قال ثنى جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قمتم إلى الصلاة فليأمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنستوا حسنى حسن بن موسى يعني الأشعب قال ثنى سكين بن عبد العزيز قال أخبرنا يزيد الأعرج قال عبد الله يعني أظنه الشنية قال ثنى حمزة بن علي بن مخفر عن أبي بردة عن أبي موسى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فعرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت بعض الليل إلى مناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطلبه فلم أجده قال فخرجت بارزا أطلبه وإذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ما أطلب قال فبين نحن كذلك إذ اتجه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلنا يا رسول الله الله أنت بأرض حرب ولا نأن عليك فلولا إذ بدت لك الحاجة قلت لبعض أصحابك فقام معك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إني سمعت هزيزا كهزيز الرحى أو حنينا كحنين النحل وأتانئات من ربي عز وجل قال فخيرني أن يدخل شطر أمتي الجنة وبين شفاعتي لهم فاخترت شفاعتي لهم وعلمت أنها أوسع لهم فخيرني بأن يدخل ثلث أمتي الجنة وبين الشفاعتي لهم فاخترت لهم شفاعتي وعلمت أنها أوسع لهم فقالا يا رسول الله أدعو لها تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك قال فدعا لهما ثم إنهما نبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاجعلوا يأتونه ويقولون ويقولون يا رسول الله أدعو لها تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك فيدعو لهم قالا فلما أضب عليه القوم وكثروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حثنا يحيى بن إسحاق يعني السالحيني قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سيناء قال دفمت ابنا لي وإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة فأخرجني فقال ألا أبشرك قال قلت بل قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمني عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ملك الموت قبط ولد عبدي قبط قرة عينه وثمرة فؤاده قال نعم قال فما قال قال حمدك واسترجع قال ابن وله بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك فذكره إلا أنه قال أبو طلحة الخولني وقال الضحاك بن عبد الرحمني بن عرز بن حثنى خلف بن الوليد قال ثنى خالد يعني أطحانى عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعتق جارية ثم يتزوجها له أجاني حثنى سليمان بن داود قال أخبرنا حريش بن سليمين قال ثنى طلحة بن مصرف عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام حثنى عبد الصمد قال ثنى أبي قال ثنى داود بن أبي هند قال ثنى عاصم بن سليمان عنصف ونا بن محريز قال قال أبو موسى إني بريء ممن بريء الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء ممن حلق وصلق وخرق ثنى عبد الصمد قال ثنى أبي قال ثنى محمد بن جحادة عن عبد الرحمني بن ثروان عنه زيلي بن شرحبيل عن أبي موسى قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كفرا ويمسي مؤمنا ويصبح كفرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فاكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم حثنى عبد الصمد قال ثنى أبو قدامة الحارث بن عبيد الإيدي قال ثنى أبو عمران يعني الجوني عن أبي بكري بن عبد الله بن قيسين عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنان الفردوسي أربع ثنتاني من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما وثنتاني من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وهذه الأنهار تشخب من جنة عدن ثم تصدع بعد ذلك أنهارا حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبو دارس صاحب الجور قال ثنى أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصل ركعتين بعد العصر حدثنا أبو نعيمين قال ثنى بدر بن عثمان مولا لآل عثمان قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق الفجر والناس لا يكدوا يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو لم ينتصف وكان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق ثم أخر أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أوكدت وأخر الظهر حتى كان قريب قريب من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول أحمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول فدعى السائل فقال الوقت فيما بين هذين حتى زيد بن الحباب قال ثنى ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال حدثني أبو عائشة وكان جليسا لأبي هريرة أن سعيد بن العاص دعى أبا موسى الأشعرية وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما فقال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الفطر والأضحى فقال أبو موسى كان يكبر أربع تكبيرات تكبيره على الجنائز وصدقه حذيفة فقال أبو عائشة فما نسيت بعد قوله تكبيره على الجنائز وأبو عائشة حاضر سعيد بن العاص حسين بن محمد حدثن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي ونصرت بالرعب شهرا وأعطيت الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعة وإني أخبأت شفاعتي ثم جاعتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا حدثنا أبو أحمد يعني الزبيرية قال ثنى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه ولم يسنده حان يونس بن محمد قال ثنى حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وهو واضع طرف سواك على لسانه يستن إلى فوق فوصف حماد كأنه يرفع سواكه قال حماد ووصفه لنا غيلان قال كان يستن طولا حان أبو أحمد قال ثنى شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم أغفر لي خطاياي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به من اللهم أغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي كل ذلك عندي حسنا زياد بن عبد الله يعني البكائية قال ثنى منصور عن شقيقي بن سلمة عن أبي موسى الأشعري قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو منكس فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله تعالى فإن أحدنا يقاتل حمية ويقاتل غضبا فله أجر قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليه ولولا أنه كان قائما أوي كان قاعدا أشكو من زهير ما رفع رأسه إليه فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل حسنا حسنا حسن بن موسى قال ثنى زهير قال ثنى منصور بن المعتمر عن أبي وإل قال قال أبو موسى سأل رجل أو جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس منكس رأسه فقال ما القتال في سبيل الله عز وجل فإن أحدنا يقاتل حمية وغضبا فله أجر قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليه ولولا أنه كان قائما أوي كان قاعدا أشكو من زهير ما رفع رأسه إليه فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل حسنا سليمان بن حرب قال ثنى عمر بن علي بن مقدمين قال ثنى أبو عميس عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري وقال أتاني نس من الأشعريين فقالوا اذهب معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا حاجة قال فقمت معهم فقالوا يا رسول الله استعن بنا في عملك فاعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قالوا وقلت لما أدري ما حاجتهم فصدقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذرني وقالا إن لا نستعين في عملنا من سألناه حسنا محمد بن جعفر قال ثنى شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال له ما يسر ولا تعثر وبشر ولا تنفر وتطوع قال أبو موسى يا رسول الله إن بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقالوا له البطع وشراب من الشعير يقالوا له المزر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام حسنا محمد بن جعفر قال ثنى شعبة عن زيادي بن علاقة قال حدثني رجل من قوم قال شعبة قد كنت أحفظ اسمه قال كنا على باب عثمان رضي الله عنه ننتظر الإذن عليه فسمعت أبا موسى الأشعارية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فناء أمتي بالطعن والطاعون قال فقلنا يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطعون قال طعن أعدائكم من الجن وفي كل شهادة قال زياد فلم أرض بقوله فسألت سيد الحي وكان معهم فقال صدق حدثنا هو أبو موسى حدثنا يحيى بن أبي بكير قال ثنى أبو بكر النهشلي قال ثنى زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال خرجنا في بضعة عشرة من بني ثعلبة فإذا نحن بأبي موسى فإذا هو يحدث يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل فناء أمتي في الطعون فذكره ثنى أبو معاوية قال ثنى عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فأهبطنا وهدة من الأرض قال فرفع الناس أصوتهم بالتكبير فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمى ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا قال ثم دعاني وكنت منه قريبا فقال يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة قال قلت بل قال لحول ولا قوة إلا بالله حتى عبد الواحد الحدد قال ثنى يونس عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكحة إلا بولي حتى عبد الواحد وروح بن عبادة قال ثنى ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال روح قال سمعت غنيما قال سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيما إمرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية حتى عبد الواحد وروح قال ثنى ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال روح سمعت غنيما قال سمعت أبا موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين زانية حتى يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان يعني ألا تيمية عن أبي السليل عن زهدمين عن أبي موسى قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال لا والله لا أحملكم فلما رجعنا أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ذود بقع اللفذر قال فقلت حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحملنا ثم حملنا فأتيناه فقال لم أحملكم ولكن لها حملكم والله لا أحلف على يمي فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته أبو السليل ضريب بن نقيل حتى يزيد بن هارون قال أخبرنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدير قال استأذن أبو موسى على عمر رضي الله تعالى عنه ثلاثا فلم يؤذن له فرجع فلقيه عمر رضي الله تعالى عنه فقال ما شأنك رجعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال لتأتينا على هذه ببينة أو لا أفعلن ولا أفعلن فأتى مجلس قومه فناشدهم أله تعالى فقلت أنا معك فشهد له فخل سبيله حسنا يزيد قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا المسلمان تواجه بسيفه ما فقط لا أحدهما صاحبه فهما في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل ما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه حسنا يزيد قال أخبرنا المسعودي عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب إلا عذابها في الدنيا القتل والبلاء والزلازل حسنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام ومحمد بن يزيد المعنى قال ثناء العوام قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى وهو يقول ليزيد بن أبي كبشاة واستحب في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد المسلم إذا مرض أو سافر كتب له من الأجر كما كان يعمل مقيما صحيحا قال محمد يعني ابن يزيد كتب الله مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا حسنا يزيد قال أخبرنا حمد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بسوق أو مجلس أو مسجد ومعه نبل فليقبض على نصالها فليقبض على نصالها ثلاثا قال أبو موسى فما زال بنا البلاء حتى سداد بها بعضنا في وجوه بعض حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأسرعنا الأوبة وأحسنا الغنيمة فلما أشرفنا على الرزاق جعل الرجل منا يكبر قال حسبته قال بأعلى صوته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس وجعل يقول بيده هكذا ووصف يزيد كأنه يشير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم لا تنادون أصمى ولا غائبا إن الذي تنادون دون رؤوس ركبكم ثم قال يا عبدالله ابن قيس أوي يا أبا موسى ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال قول حول ولا قوة إلا بالله حثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني من سمع حطان بن عبد الله يحدث عن أبي موسى الأشعري قال قلت لرجل هلم فنجعل يومنا هذا لله عز وجل فوالله لا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد هذا اليوم فخطب فقال ومنهم من يقول هلم فلن نجعل يومنا هذا لله عز وجل فما زال يقولها حتى ثمنيت أن الأرض ساخت بي حثنا يزيد قال أخبرنا الجريري عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القلب كريشة بفلات من الأرض يقيمها الريح ظهرا لبطن قال أبي ولم يرفعه إسماعيل عن الجريري حثنا روح قال ثنى سعيد عن قتادة قال حدث أبو بردة بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال أبي لو شهدتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا إذا أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن إنما لباسنا الصوف حثنا سليمان بن داود قال ثنى أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة قال قال لي أبو موسى يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابنا المطر وجدت من ريح الضأن حثنا عبد الصمد قال ثنى ثابت قال ثنى عاصم عن أبي مجلز قال صلى أبو موسى بأصحابه وهو مرتحيل من مكة إلى المدينة فصل العشاء ركعتين وسلم ثم قام فقرأ مئة آية من سورة النساء في ركعة فأنكر ذلك عليه فقال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه وأن أصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عبد الصمد وعفان قال ثنى همام قال ثنى أبو عمران الجوني قال إن أبا بكر وقال عفان عن أبي بكري بن عبد الله بن قيس الأجعري أخبره عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيمة الدرة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا في كل زاوية أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون حدثنا عبد الصمد قال ثنى همام قال ثنى قتادة وذكر نحوه آخر حديث أبي موسى الأجعري رضي الله تعالى عنه وهو آخر مسند الكوفيين ترجمة نانسي قنقر